المبعوث الأممي إلى اليمن ينهي أحدث جولة له في المنطقة دون نتائج حاسمة سوى دعوة اطلقها إلى جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل على خفض التوتر في مدينة الحديدة وموانئها غريفث عبر في تغريدة له عن قلقه الشديد إزاء الأعمال العدائية الأخيرة في اليمن وتأكيده في الآن نفسه أن ما نحتاجه الآن هو التنفيذ العاجل لإعادة الانتشار طبقا لخطة تضعها لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أوضح من جهته في بيان صادر الخميس أن الغرض من زيارة غريفث كانت مناقشة التنفيذ العاجل والفعال لاتفاق ستوك هولم كما ناقش نشر موظفية الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاقية الحديدة وأنه قد وجد تجاوبا في هذا الصدد من قبل قيادة الحوثيين على حد تعبيره يأتي ذلك في وقت اللوح فيه التحالف العسكري السعودي الإماراتي باستخدام قوة محسوبة لحمل الحوثيين على تنفيذ تفاهمة سوك هولم وفقا لتغريدة نشرها وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش مجلس الأمن عقد جلسة خاصة حول اليمن بطلب من بريطانيا تركزت حول سوبل تنفيذ القرارين 2451 و2452 بشأن الحديدة بالإضافة إلى استماعه لإفادة من رئيس لجنة الجزاءات الدولية المفروضة على اليمن السفير البيروفي غوستافو ميزا كوادرا تتضمن معلومات محدثة عن عمل اللجنة يأتي ذلك فيما شددت ألمانيا وبريطانيا على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باتفاق السويد وذلك في تصريحات أدلى بها مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستون هيسغون ونائب المندوب البريطاني لدى المنظمة جوناثان آلان قبل دقائق من بدء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول اليمن الوضع المتدهور في الحديدة دفع بالسفير الأمريكي لدى لمن ماتيو تولر إلى تأكيد أن بلاده تتابع عن قرب الوضع في الحديدة خلال لقاء جمعه الخميس في الرياض مع وزير الخارجية خالد اليماني السفير تولر شدد على أن رؤية بلاده تنطلق من ضرورة تعزيز وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها في حين دعى وزير الخارجية المجتمع الدولي إلى دعم وتعزيز قدرات الحكومة لتطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات والاستجابة للحاجات الإنسانية